تعالوا بقى نروح احنا سبتمبر اكتوبر نوفمبر هنخش على موسم السيول وبالتالي من دلوقتي لازم كلنا نستعد لمواجهة هذا الموسم في المحافظات اللي بتواجه السيول او اللي بتبقى معرضة لسيول او المحافظات المطيرة يعني على سبيل المثال لازم اسكندرية تكون واخدة بالها جدا او خالص مثلا ده على سبيل المثال للحصر في محافظات برضو مطيرة زي محافظة البحيرة محافظة كفر الشيخ دي محافظات مطيرة وفي محافظات تانية تواجه مخاطر السيول زي سينة ترى احنا جاهزين طيب خلوني اخد على التليفون المهندس ياسر العماري رئيس ادارة المتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سينة زكا بش مهندس وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته طيب تفضل مولك يا سيزيح بقى مش منس ياسر بعد اذنك نوطي التليفزيون على الاخر بقى تمام فاند بارك الله وفيك بش مهندس احنا جاهزين للموسم ولا ايه؟ ان شاء الله يا فاند مجاهزين ويعني ان شاء الله يكون موسم خير بإذن الله أكثر من من يكون انه موسم يعني فيه شر ان شاء الله طيب عشان نحاوله الى موسم خير نعمل ايه؟ تمام فاند طبعا احنا بالنسبة لشركة مياشور بصرف الصحي احنا جرت العادة يعني في موسم الشتاء تحديدا خلال السنوات الاخيرة بسبب طبعا حواليك عارفت غير المناخ على مستوى دول العالم بالكامل يمكن بتشهد تحديدا يعني محافظة شمال سيناء وجنوب سيناء تساقط امطار تصل لحد السيول وخصوصا في الفترات الاخيرة في المواسم الاخيرة دي حضاك احنا طبعا بيتم رفع درجة الاستعداد طبعا بالتواصل مع الاجهزة التنفيذية المحافظة مجالس المدن في عندنا اطأم لكسح الامطار والكسح السيول الاطأم دي بتبقى معها عربيات مجهزة لكسح الامطار وفي عربات مجهزة لكسح السيول عربيات لتسليك الشبكات بتاعة الصرف وخصوصا في المدن يعني في مدن عندنا حضرتك في شمال سيناء زي مدينة رمانا بنتد بير العبد في الحسنة ونخل يمكن طبيعة الموجودة والشيخ زويد ورفع طبيعة الموجودة عندنا في الارباء في الست مدن دول تحديدا طبيعة رملية يعني المناطق بتبقى فيها الرمل أكتر وخصوصا المناطق الساحلية اللي هي زي رمانا بير العبد الشيخ زويد ورفع العريش الوضع بيبقى مختلف شوية لان لو العريش حضرتك في طبعا العاصمة فيها الكسافة للسكانية الأكبر فيها عدد مسافات الطرق أكبر التضاريس بتاعة العريش يعني مش مستوية في شوارع مرتفعة في شوارع منخفضة تماما دايما بيبقى في تجمعات للأمطار في الشوارع المنخفضة وده ممكن يعني يؤدي إلى غرق بعض الأماكن وغرق بعض المنازل يعني لو الموضوع كان فيه أمطار كتير طبعا احنا الفاترات الأخيرة تم عمل مطابق للتصريف الأمطار احنا كمان كشركة مياه بمساعدة مجالس المدن احنا بدنا ننشر الأطم بتاعتنا قبل الحدث بمجرد الإبلاغ الجهاز عندنا أو الشركة عندنا من خلال الأرصاد الجوية انه فيه احتمال تساقط أمطار أيام كذا وكذا بيتم على طول احنا بنعمل دلوقتي يعني الأيام الأخيرة دي احنا بنعمل بروفة دلوقتي اللي هي الاستفاف بنعد الأجهزة بتاعتنا بالأطم والعربيات والمعدات الحاجة اللي محتاجة صيانة بتتعملها صيانة قبل دخول الشتاء بيتم رفع درجات الاستعداد طبعا درجات القصوى مجرد سخوط الأمطار الناس معاها أوردر بيبقى جاهز على طول انه كله يتحرك على مكان التمركز اللي هيبقى موجود لان احنا مقاسمين المدن للتمركزات يعني داخل مدينة العريش مثلا في عندنا تلات تمركزات التمركزات دي على طول الناس بتتحرك كل واحد عارف مكانه يروح فين فيها عربيات معينة فيها نفوري مدمج فيها نفوري صغير للشبجات الصغيرة اللي في الأماكن الدايئة فيه العربات بتاعتنا للعمال برضو بتبقى جاهزة على طول انها تبدأ تتحرك بالناس على طول علشان خاطر طبعا احنا بيبقى ما يبقاش فيه دايما سدد ما يبقاش فيه عاقل لحركة الناس والكلام ده كله فيه تحويل المصار طبعا عن طريق معدات اللي هي زي اللوادر الصغيرة بتتم تحويل المصار لو فيه مياه ومنطقة رملية جنبها بيتم تحويل المصار على طول عشان خاطر برضو الناس على السفيد لو في الزراعة أو في الحاجات دي كلها حلو قوي كويس جدا طيب مش موانس ياسر هنا هيجي على بالي سؤال انا عارف طبعا انه حتى في اطار المصطلح الشهير ما كنا بتبقى فين بابقى مجهز المخارات بتاعتها فاكيد احنا جهزنا او بدأنا بالفعل في تجهيز هذه المخارات بحيث انها تبقى جهزة للسيل ده من ناحية وهنا بقى بيجي سؤال نهاية هذه المخارات هل بتذهب المياه لمناطق تجميع يبقى فيها مناطق منخفضة او احنا بنكون اشتغلنا بالفعل باللوادر بان احنا بنعمل انخفاضات في التربة علشان قدر اجمع فيها المياه فيها ثلاث فيها فاندم في منطقة وسط سينة مدينة الحسنة ومدينة نخل دي المنطقة اللي هي بقى لو دخلنا في اتجاه الجنوب شوية من الشمال طبعا فيها مخارات سيول شهيرة زي واد العريش زي واد الازارق زي بعض الوديان اللي موجودة في جنوب سينة في مخارات السيول طبعا موجودة مخارات سيول موجودة فيها تسدود تجميع المياه للأمطار في منطقة زي منطقة نخل ومنطقة النقب موجود فيها مقارات لتجميع السيول طبيعي جداً لو فيه مسارات حتى بتعمل من دلوقتي فيه حفارات أو لوادر تبع مجالس المدن بتحول المسارات تبع الرأي علشان خاطر يتم الاستفادة بأكبر كمية مية من الأماكن دي فيه سد الرافع حضرتك بيجمع وراء كمية كبيرة جداً يعني نقدر نقول ملايين في حدود ممكن 12 مليون أو أكتر متر مكعب من المية طبعاً بيتم الاستفادة بيها في الزراعة في المناطق المحيطة من وادي العريش كله بيتم الاستفادة بيها من في الزراعة طيب اتجاه السيل في المنطقة اللي احنا بنسميها الوادي في العريش كان زمان السيل بينزل على الوادي ومن الوادي يروح نازل على البحر دلوقتي بقى هل احنا هنسيبه ينزل للبحر ولا نستفيد بالمية دي والله هو إذا زاد هو سد الرافع زي مورة الحضرتك زي اللي بيجمع المية بتتجمع فيه إذا زادت المية عن عن الحد المسموع به داخل السد بتاع الرافع طبعاً بيتمشي المية ممكن توصل للعريش زي يمكن آخر سنتين كانت توصل للعريش بس طبعاً بتبقى الكمية مش يعني الكبيرة اللي هي لا اراحت في البحر وخلاص لا طبعاً المنطقة اللي حوالين المقر بتاع السيل نفسها كلها حضرتك المية الجو فيها اللي بتبقى يعني الخزان الجو فيه طبعاً ما بتزيد فيه الفترة بتاعت الشتاء الناس بتستفيد بيها بقى عن طريق سحب بقى الأبار اللي هي اللي يتم حفرها علشان خاطر الزراعة طبعاً المزارع بتبقى حوالين مخر السيل يعني طبعاً طبعاً أنا بشكرك جداً بش مهندس كل الشكر المهندس ياسر العماري رئيس إدارة المتابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشمال وجنوب سيناء سد رفع ده أنا فكر نروحته وانشئ عام 1988 أنشأه اللواء منير شاش حين كان محافظاً لشمال سيناء لا أنسى هذه الزيارة كنت أنا صغير مع والدتي المهم حداً بالمناسبة حتى جميلة جداً يعني أدعوكم حتى في يوم من الأيام كده تبقوا تزوروها بإذن الله مصر ملينا حاجات حلوة جداً ترجمة نانسي قنقر